تطورات العسكرية المختلفة على الجبهات اليمنية تحرز فيه قوات الشرعية انتصارات ساحقة في جبهة نام شرق العاصمة صنعاء تسير العملية العسكرية بحسب الخطة العسكرية لاستكمال تحرير المناطق المتاخمة للعاصمة صنعاء استطاع الجيش احراز تقدما في مدرية ارحب القريبة من صنعاء لتطويق العاصمة وتحريرها من قبضة الانقلابيين وبدعم من طيارة التحارف مدفعيتهم ودفعيتنا واستدعنا نحن نحقق مصر بأقل الإمكانيات وأشوف هي وجوهكم مصر بإذن الله وان شاء الله لتقيبكم في صنعاء وفي ريمة وفي الحديدة وفي تعجز في كل محافظة لمن وفي جبهة عتمى ذمار استطاعت المقاومة من تحقيق مكاسب على الأرض لتدخل على خط المواجهات مع الانقلابيين في الساحل الغربي وبعد أن تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مدينة المخى ومينائها الاستراتيجي يستعد الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي لتحرير محافظة الحديدة باعتبار تحريرها أهمية لاستكمال تحرير السواحل الغربية وموانئ اليمن الحكومة الشرعية أكدت مواصلة أعمالها العسكرية لدحر الانقلابيين وإنهاء المعاناة التي ترتكبها الميليشيا والمخلوع في العديد من المناطق بحق الأهالي ووقف الانتهاكات التي طالت الكثير من السكان قيادات عسكرية الميدانية أشارت إلى أن هناك خطة عسكرية محكمة بين قوات الشرعية والمقاومة الشعبية بإقليم اتهامة لحسم معركة الحديدة أترى تلك القيادات أن تحرير مدينة الحديدة واستعادة ميناء الحديدة هدف عسكري لا بد منه لوقف تهديد الميليشيا للملاحة البحرية وقطع مصادر تمويلها وإنهاء معاناة سكان المدينة وبقية المناطق وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين وبتحرير مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية تكمل قوات الشرعية سيطرتها على السواحل الغربية لليمن عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني